تتواصل حملة القصف المكثفة التي يشنها الطيران النظام وروسيا على حلب وريفها مخلفة مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين حيث استهدف الطيران الحربي بغيراته مساء أمسا الاثنين مستشفى مدينة الباب في ريف حلب الشرقي مخلفا عدة شهداء وجرحى بين الأطفال وفي صفوف الكادر الطبي للمستشفى يأتي ذلك في حين استهدفت الغيرات الجوية عدة أحياء سكانية في مدينة حلب وقرى وبلدات في ريفيها الشمالي والجنوبي وفي سياق آخر صدت وارو محاولة لعناصر من قوات سوريا الديمقراطية التسلل إلى قرية كفر كلبين جنوب مدينة عزاز وذلك بالتزامن مع هجوم لتنظيم الدولة الشرق المدينة ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مصطفى عبدالله مدير مكتب حلب اليوم مصطفى لو تحدثنا بداية عن آخر تطورات المعارك في حلب وريفها أهلا بك غيناء كما ذكرت غيناء تتواصل الحملة الجوية المكثفة التي يقوم بها طيران روسيا والنظام على أحياء مدينة حلب محررة وريفها الشمالي والغربي والجنوبي ولكن بالتحديد القصف مركز الآن على الريف الشمالي وأيضا على الكاستيل والملاح وحندرات ولكن لاحظنا اليوم حقيقة خفت حدد القصف بسبب اندلاع الاشتباكات بين السوار وفصائل الجيش الحر والنظام في جبال اللازقية وتقدم السوار بشكل كبير في تحديد العديد من القرى في هذه المناطق ما أدى إلى إشغال طيران روسيا وطيران النظام في هذه المناطق سأعود معك إلى حلب وما حصل في الريف الشمالي كان هناك قصف مدفعي من قوات التركية على قرى جارز ويحمول وكان هناك صد لتسلل قوات سوريا الديمقراطية نحو قرية كفر كالبين قرية كفر كالبين تقع ملاصقة لقرية عين تقنى التي سيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وهي تفصل داعش عن قوات السوريا الديمقراطية وقرية كفر كالبين وسيطر عليها السوار هذا في الريف الشمالي نعم مصطفى وردت أنباء عن قصف جوي استهدف موقعا للنظام في قرية التليلات في ريف حلب الجنوبي ما هي التفاصيل لديك؟ سأعود هذا السؤال غناء لكن لا بد أن أذكر بأن السوار استعادوا مزارع شاهين الوقع في الريف الشمالي بعد معارض مع داعش يوم أمس فيما يخصت لالين تالين هي قرية صغيرة جدا تقع بالقرب من مدينة الحاضر الاستراتيجية الموجودة في الريف الجنوبي الطيران الروسي وطيران النظام قاموا بقصف هذه القرية التي تحتوي على تجمع كبير لقوات النظام والميليشيات الشيعية الطائفية الموجودة وقوات حزب الله وأيضا النخبة الإيرانية اللواء 65 للنخبة الإيرانية لا نعلم إن كان هذا القصف كان مقصودا وكما يجري كل مرة يحصل خلاف بين القوات النظام وقوات حزب الله وميليشيات أم أن هذا القصف كان خطأا ولكن المعلومات التي وردتنا بأن هناك أعداد كبير من القتلى في القوات الموجودة على الأرض التي قاموا الطيران بقصفها نعم طيب مصطفى ما هي المناطق التي شملها القصف الجوي في حلب وريفيا وما هي حصيلة الشهداء حتى اللحظة الخبر العاجل المهم الآن غنى هو قصف الطيران الحربي ثلاث غرات جوية على مدينة الباب الواقعة في الريف الشرقي ما أدى إلى استشهاد ثلاثة شخصين هم مرافقين لمرضى والطفلة الصغيرة كانت موجودة في المنفسة قطع عنها الأكسجين فتوفيت وأيضا أصيب أربع من كادر مشفى الباب الموجود داخل المدينة بسبب كما قلت لك سلاسة غرات جوية قام بها الطيران الحربي الروسي والنظامي بالانتقال إلى مدينة حلب كان هناك قصفا ليليا بالرشاشات السقيلة على أحياء المرجى والأنصاري وأيضا طلع القصف حندرات والملاح والكاستيلو وأيضا الجندول الريف الشمالي أخذ القصف الأكبر من القصف الجوي والذي شمل حيان وعندان فرحامرة وقبل الإنجليزي ومعارة الأرتيق وكان هناك قصف العنقودي والفراغي في الريف الغربي كان هناك قصف على قارة كفرناها المهمة جدا في الريف الغربي وأيضا في الريف الجنوبي كان هناك قصفا مستمرا على منطقة العيس وجميع القرى وبلدات التي حرارها جيش الفتح والسوار في الشهر الأخير نعم شكر لك مصطفى عبدالله مدير مكتب حلب اليوم في حلب أهلا وسهلا بك